أما في ليبيا حيث استمرت الاضطرابات في الوضع السياسي خلال السنوات الأخيرة واغتنم تنظيم الدولة الإسلامية هذه الفرصة لتوسعة دائرة نفوذه في البلد وحاليا يحتل تنظيم سيرت ودردانة وغيرها من المدن ووفقا لتقارير وكالة ينبع رويترز فإن جيش الليبي قد دخل المنطقة القريبة من سيرت مؤخرا وحاول محاصرة مسلح التنظيم تظهر صورة صادرة عن وكالة أنباء رويترز تجمع أفراد الجيش الليبي بدبابات ورشاشات وغيرها من الأسلحة الثقيلة بالقرب من الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة سيرت على بعد 15 كم من مركز المدينة وقال متحدث باسم الجيش الليبي إنهم خططوا لمحاصرة مدينة سيرت وطلبوا إجلاء المدنيين إلى مكان آمن مضيفا أنهم لم ينفذ عمليات عسكرية حفاظا على سلامة المدنيين المحليين هذا ومنذ فبراير الماضي احتل التنظيم المتطرف مدينة سيرت تدريجيا وحاول توسيع دائرة نفوذه إلى المناطق المحيطة بها باستمرار وفي وقت سابق من هذا الشهر حاول التنظيم المتطرف احتلال ثالث أكبر مدينة في ليبيا مصرط التي تقع شمال غرب سيرت ولكن القوات الليبية ردت على هذه الهجمات